بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين وبعن ماذا لحديثنا متواصلاً مع حضراتكم حول تسكية النفس ونقف عند هذا المعنى أنه ينبغي على الإنسان أن يكون واقفاً بباب الله إن لم تستشعر لزة الزكر ولزة الخشوع عليك أن تكون مداوماً على ذكر الله فعسى أن يرفعك الله من حال الغفلة إلى حال اليقظة إلى حال الحضور كما قال شيخنا ابن عطاء الله وتأملت قول الله سبحانه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فما ظنكم بهذا المعنى في أحسن تقويم يعني في أحسن خلقة فقط لا في أحسن خلقة وخلق يعني إن الله سبحانه وتعالى خلقنا في أحسن صورة وفي أحسن درجة من الأخلاق الكريمة وفي أحسن فطرة من الإيمان والهدى لكن هذه الفطرة قد تتلوث قد يدخل عليها مؤسرات ثم قال ربنا بعدها لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا استثناء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإذا أراد الإنسان أن يحافظ على هذا الحال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم عليه أن يلتزم بالإيمان والعمل الصالح ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا أردت أن تحافظ على أخلاقك الطيبة وعلى فطرتك النقية وعلى صورتك الجميلة على جمال الظاهر والباطن الحس والمعنى عليك أن تلتزم بالإيمان والعمل الصالح وانظر إلى الفتوة الحقيقية التي حكاها القرآن الكريم حكاها عن أهل الكهف يقول إنهم فتية آمنوا بربهم فتية يعني شباب من الفتوة إقبالهم على الله إنهم فتية آمنوا بربهم هذا هو إقبالهم على الله وما هو إقبال الله عليهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم انظر إلى إقبال الله على العب الله يقول إنهم فتية آمنوا بربهم هذا إقبالهم على الله وإقبال الله عليهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم أي سبتناهم أحدثكم عن عالم من علماء الرياضيات وهو جيفري لانك لما دخل في الإسلام كان حريصا على صلاة الجماعة فقال له بعض الناس لماذا تحرص على الصلاة الجهرية وأنت لا تعرف معاني القرآن ولا تفهم لغة القرآن فقال له هذا الرجل جيفري لماذا يركن الطفل إلى صوت الأم وهو لم يعرف اللغة بعد يعني أنا أركن بقلبي إلى صوت القرآن القرآن هذا له جلال له عظمة له روحانية له طاقة إيجابية له نورانية الاحتداء بكل شيء في القرآن الكريم حتى بسماع صوت القارئ للقرآن الكريم فكن واقفا بباب الله سبحانه وتعالى كن ملازما لباب الله لا تيأس من رحمة الله لا تقول أنا لا أستشعر لزة الطاعة زاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا لما مر معروف الكرخي هو وتلاميذ على شباب يرقصون ويشربون الخم فقال بعض التلاميذ اللهم العنهم فقال الشيخ معروف الكرخي اللهم كما أدخلت عليهم الصرور في الدنيا فأدخل عليهم الصرور والفرحة يوم القيامة انظروا إلى شفقة أهل الله ينظرون إلى الخلق بعين الرحمة ومعنى أدخل عليهم الصرور يوم القيامة يعني افتح لهم في الدنيا باب التوبة طريق التوبة فإذا وجدت عاصيا فكن رفيقا به واشكر الله على العافية أن عفاك الله من الزنوب والمعاصي وإذا كنت لا تستشعر لزة الطاعة والذكر والعبادة فكن واقفا بباب الله لأن كسرة الزكر ولأن المداومة على الزكر تحيي القلب اللهم أصلح أحوالنا ووفقنا لما تحبه وترضاه واحفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد العالمين هذا والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر